كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي وفاء رجال القوات المسلحة للمهام والمسؤوليات التي يحملون أمنتها بكل الصدق والإخلاص مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسا أمناء على المسئولية الوطنية التي كلفهم الشعب المصري بها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضي وصون مقدراته كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف وصنع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والرجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة كما أصدر الفريق أسام عسكر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف وصنع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والرجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة ترجمة نانسي قنقر